أهلا بكم في مقابلة العامة مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بوترس قال قداسة الباب فرنسيس يمتد الفكر إلى سكان الأرض المقدسة التي ولد وعاش ومات فيها يسوع وأضاف نحن نعلم ما هو الوضع بسبب الحرب والصراع المستمر منذ عقود لذا يجب أن نعيش هذا المشهد في تضامن مع هؤلاء الأخوة والأخوات الذين يتألمون كثيرا حيث سيكون عيد الميلاد لهذا العام عيد ألم وحداد بدون حجاجا وبدون احتفالات ولنكن قريبين منهم بالصلاة والمساعدة الملموسة من أجل السلام هذا ومع قرب السنة الميلادية الجديدة وجه الأبو الأقدس رسالة إلى قادتي وشعوب العالم لكي ينشر السلام بينهم وقال إن قضية الأخوة الإنسانية والسلام هي مسؤولية العائلة البشرية بأسرها وإن السلام في الواقع هو ثمرة العلاقات التي تعترف بالآخر والصلاة في بداية العام الجديد أن يساهم الجميع في وضع حد للحروب والصراعات والتخفيف من أشكال الألم التي تعاني منها العائلة البشرية وليتمكن المؤمنون من مختلف الديانات أن يتعاونوا لمواجهة التحديات ويسلموا الأجيال القادمة عالما أكثر تضامنا وعدالة وسلاما